تجولت عدسة قناة طلاح الدين في أسواق مدينة تكريت حيث أبدى المواطنون تذمرهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد قرار الحكومة الاتحادية رفع سعر صرف الدولار ما أثر سلبا في الوضع المعيشي للمواطن البسيط الدولار والحكومة عدم السياسة الصحيحة والإدارة الصحيحة بسبب الأوضاع صعود جدا فضيع كله بدون استثناء الغذائية لأنه إحنا بلد بس يستوعد ما كنتاج محلي كل شي صعد بسبب الدولار المواد الغذائية الأشياء المنزلية سوق كلها ميت من ورد دولار صعود حيل أذانة حسا كلها قعود والله ما أكل أبيع ولا شران ورد دولار أثر بالسوق يعني أثر حيل أثر والله حيل أثر بالسوق مواد الغذائية صعد سوقها كل شي صعد سوقها أنا شغلة عمالة نشتغل عمالة بيجور ب15 تجيبها ل15 وين تروح بيها تعال وين تروح بيها يوميا يعني تاخد مسواق لو تاخد لك شي ب15 ألف كله صعد المي بالسوق تجعل أبو المحل يقول لك بألف هو جملة هو يتاني بسعر 750 الدجاج صاعد النجفة فهي كله صعدوا المخضر لا حيزي أنا ماكو أي صعود بيه والله الحكومة جعت تسوي خطيئ عليهم بس أهمي وراء ما يروحون يرجعون يغلون ترجمة نانسي قنقر